موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتبط جليحاوي طبعا شركة ونبلس عندما تعلن عن الوينبلس الثمانية راح تعلن بها ثلاث نسخ الوينبلس الثمانية وثمانية برو وثمانية لايت اللي راح يجي اسم وينبلس زت طبعا هذا اكثر جهاز راح يهمني ليشنين سعره رخيص حسب ما تقول تسريبات من 250 دولار الى 300 دولار مواصفة حلوة ممتازة يستاهل واحد يقتني اليوم اخر التسريبات تحدثت عن هذا الجهاز عن خطط شركة ونبلس اطلاق هذا الجهاز باسم الزت واحد المسربين اكدين بانه بتغريدة على تويتر ان هذا الجهاز سوف يأتي باسم زت الذي يأتي بمواصفات جدا ممتازة هذا الجهاز يأتي معالج الالف من ميديا تيك بذكرة عشوائية 6 مع المية وثمانية وعشرين كذلك ثمانية مع الميتين وستة وخمسين كما يضم هذا الهاتف بشاشة 6.5 والمن المتوقع ان تكون الشاشة من اوموليد هذه الشاشة تدعم معدل تحديث التسعين هيرتز يعني تقدر تقول مواصفات الفئات اللي عليا راح تصير بهذا الجهاز المتوسط كما يأتي هذا الجهاز مستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابيكسول ومستشعر بدقة 16 ميجابيكسول الى جانب مستشعر اخر بدقة 12 ميجابيكسول ايضا هذا الهاتف راح يكون من 250 دولار الى 300 دولار فهذا الجهاز تقدر تعتبره اجهاز من الاجهزة المتوسطة ويحمل معالج قوي لا غبارة عليه ممكن يستعمله الكثير لان مواصفاته راح تكون قوية وسعر رخيص تقدر تقول شركة وانبلس تريد ترجع الماضي على انه عدها اجهزة ضعيفة او تقدر تقول متوسطة السعر بامكان اي شخص يقتنيها هذا الجهاز سوف يأتي ببطارية 4500 ميلي امبير وتدعم 25 واط فهذا الشيء جدا ممتاز بهاي المواصفات تقدر تحصل جهاز سريع بنظام خام تعتبر هذا النظام من الانظمة السريعة جدا خاصة باجهزة الوانبلغ اتمنى انه شركة من تطلق هذا الجهاز يجينا بسعر مناسب جدا اقل من 300 دولار ممكن اي شخص يشتري مع المواصفات القوية بنهاية الفيديو اتمنى عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي امان الله